صواريخ سيفايف يستخدمها أبناء مدينة كيكلة المدعومة بقوات فجر ليبيا في منطقة الجبل الغربي في ليبيا كما يقولون لمواجهة الدبابات والمضرعات يراقبون الهدف ثم يقومون باستهدافه وللقناصة دور في تحقيق التوازن على أرض المعركة يضربوا بيننا بالجراد وبالهاون وبالدبابات وقصف عشواعي ضربين منازل ضربين مدارس ضربين جوامع ضربين مشتشفيات في إحدى ورش الحدادة بالمدينة تجري عمليات استحداث عتاد وأسلحة من بقايا طائرات مدمرة إبان ثورة السابع عشر من فبراير كي تعمل قاذفة لصواريخ سيفايف كما يجري تصنيع راجمات لصواريخ من طراز 130 وهنا استراحة للمحاربين ومحطة لتجهيز الذخيرة ولا تخلو من ترويحة عن النفس لرفع المعنويات دعوني في الحروب أمت عزيزا فموت العزي أفضل من حياتي هذه هي إحدى نقاط المواجهة ويقولها أولئك المقاتلون إن ما يمنعهم من التقدم هو رصاص القناصة القادم من الجانب الآخر فضلا عن قذائف الدبابات التي تصل إلى داخل الأحياء السكنية المساجد في كيكلة لم تزل تصدح بالتكبير رغم أنها لم تسلم من القصف العشوائي تماما كمنازل المدنيين قصف يقول من آثر البقاء بالمدينة إنه يذكرهم بالقصف الذي تعرضت له المدينة من قبل كتائب القذافي إبان فترة الثورة قضيفت من نوع إشراد انطلقت من منطقة الغنائمة وأدت إلى انفجار في منزل هذا في واجهة المنزل فانفجر الباب وأدى بأضرار بليغة وحدث روع في الأسرة ولم تزل المدينة بانتظار وصول مزيد من الدعم من قبل قوات فجر ليبيا والأمازيغ الذين أعلنوا اعتزامهم والتوجه نحو مدينتي كيكلة والقلعة لصد الهجوم عن المدينتين من قبل الكتائب الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر محمود عبد الواحد الجزيرة من مدينة كيكلة بالجبل الغربي